طيب دكتور وحضرتك كلمت على أهمية المية المفروض كمية المية اللي نشربها قدية إن كان للكبار أو الأطفال طيب إحنا كمية المية للكبار بنقول بداية من 2 ل 3 لتر يعني ده بالنسبة للكبار الأطفال عند العطش يعني الأطفال عند العطش الأطفال بنقول عند العطش فدي من الحاجات المهمة اللي إحنا لازم نركز عليها إن إزازة المية أو زجاجة المية لازم تكون معانا بصفة مستمرة في كل حتة في العمل في السيارة في برة حتى وإحنا ماشيين في أي حتة معانا زجاجة المية على طول ملازمة لنا ده العطش دي دكتور يعني الأطفال مش ممكن ما ياخدوش بالهم يعني إحنا على الأقل حتى لو مش عطشانين مدركين أهمية المية فبنفتكنا نحن نشرب بس أطفال بيجروا بيلعبوا يعني هنحط قدامهم المية هنحط قدامهم المية هنفكرهم لكن مش هنضغط عليهم يعني مش همسك الزجاج كل شوية اشرب 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 لا هو الطفل بيبقى عارف احتياجه خلاص هو عطش فهيبدأ إن هو يشرب في بعض الأطفال بقى في التمرين وكده بتنسى ماشي ده ممكن نحن نفكره ونضغط عليه شوية لما أنا عارف إن ده هيعمل اكسرسايز أو هيكون في التمرين لكن منه يعني 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 وإحنا عاديين مثلا بنذاكر أنا وهو ولا حاجة مش هعده أقوله كل شوية اشرب يعني ممكن يبقى الموضوع منفر للطفل أصلا يعني يعني هل نقدر نقول إن فيه فواكه معينة يستحب إن إحنا نقطر منها ممتاز جدا الفواكه ممتازة جدا حتى في واجبة الصباح ممكن نخليها فاكهة عندنا الطمر من الحاجات الجميلة جدا اللي بتمدنا بكمية برضو باور يعني باور وجلوكوس بما فيه أجباء أنسلين للأطفال بس حاجة كويسة يعني سكر طيب فيه ألياف من السليليوز دي بتعمل على يعني يعني بتساعد على الاستابيلة بتاعة معدل السكر اللي موجود يعني فدي مفيش أي مشكلة منها عندنا العنب مفيش أي مشكلة التين الحاجات كل الحاجات اللي ممكن تدي باور الجوافة البطيخ طبعا ده مهم جدا في فصل المليان مياه مليان مياه محتوى ماء كويس وألياف كويسة ولكن برضو مش عايزين البطيخ والخخ للأطفال لأن برضو في الفترة الأخرانية كان فيه مشاكل كتيرا من البطيخ والخخ طبعا بيسبب لهم ضيارية وإسهال كترهم كترهم يعني مش هما السبب ولكن الكتر بتاعهم بنلاقي الطفل خلاص اعتاد على يعني على الحاجة واحدة بطيخ فطول اليوم شغال بطيخ أو طول اليوم شغال خخ ده طبعا بيسبب طبعا مشكلة للطفل منجأ أملح المنجأ ما فيش أي مشكلة ولكن برضو بمقدار بمقدار عشان الأملاح اللي هي اللي موجودة فيها طيب دكتور في ناس بتحبش طعم الميا ما بتشربش مياه الميا ملهاش طعم ما بتحبش المياه يعني الميا السليمة ملهاش طعم المياه السليمة ولا لها طعم ولا لها ريحة ولا لها لون هم بيحبوهاش بقا وفي أطفال برضو ما بتفهمش المياه بمقدار لها طعم ولا لون ولا ريحة ما بيفي مياهش مش عايزين نشربها وفي أمهات ممكن تعوض المياه بعصاير مثلا بأي مشروبات هل مياه ليها خلينا نقول تعوض يعني ممكن استبدل المياه بحاجة تانية ولو أنا دلوقتي سواء كبار او أطفال ازاي اقدر اشرب المياه بطريقة يعني حاول كده احببها لن كل الطفل او انا احبها فيه طرق مثلا نحط فيها فيه نامة تشوفنا الناس بتحط مثلا شريح لمون تحط فيها شريح فكهر فيه ناس بتشرب الـ او المياه اللي فيها صوداء وهل دي صحية ولا لأ كده يعني يتقولنا بقا فيه أشكال أو طرق للمية ولا لأ بص فيه حاجات أنواع كتير جدا للمية هنلاقي الألكالين ووتر هنلاقي المية اللي هي العادية هنلاقي المية اللي هي فيها pretty detox هنلاقي يعني أشكال كتير جدا للمية ده مفيد والله بصه يعني لحد دلوقتي غير مثبت علميا اي افادة لي ان انا اقطع الفاكهة وحطها باشرها في قلب المياه طب انا من الاولى ان انا اكل الفاكهة زي ما هي مفيش اي مشكلة لكن انا باكلها كمان بالاشر القشر ممكن كمان يكون متعرض لمبيدات حشرية فبالتالي انا يعني بستخلص بقى كل المبيدات الحشرية في قلب هذا الديتوكس فطبعا بيبقى مفيش الافادة اللي هي يعني القوية ان انا يعني اغامر واعمل الموضوع ده انا اكل الفاكهة زي ما هي يعني بعيدة عن الافادة ممكن بعيدة عن موضوع الديتوكس ده في ناس بتعمل كده عشان الطعم انا ما عنديش مشكلة ان يعني توصلوا المياه باي وسيلة من الوسائل خصوصا بقى الام لازم تعلم الاطفال يعني منذ الصغر تعودوا على طعم المياه يعني فيه امهات بتستنى فترة طويلة جدا عبال طبعا ما الام بتبدأ ان هي عبال ما الطفل حلمات تزمج بتاعك تعودوا على المياه بقى مهملهاش طعب اه اه لا يعني انا اقصد تعودوا على على الشرب المياه يعني تعودوا على الشرب المياه يعني من بدري مش من حاجة يعني مش يعني مش مؤخرا ما سواء واجعلنا من المياه كلاش المياه نفسها الاتش تو او هي ضيع انصر السؤال يمكن اللي يتجوا مانا واردو متفق معاها فيه هل ده بيلعب في الخصائص بتاعة المياه ولا بيديها لنا بنفس القيمة الغذائية لا هو مش بيلعب في الخصائص الكيميائية بتاعتها هو بيديها لنا بنفس برضو القيمة الغذائية لان هو مش بيغير في المحتوى المائي هي ستيل مياه بس تم اضافة اضافة حاجات عليها اضافة حاجات عليها لكن هو مش بيلعب في المحتوى الكيميائي بتاعها يعني المياه بتنظف هي هتوصل مياه بتخسس كتر المياه مفيد للبشرة هل بقى لو حطيت عليها مثلا خيار هل حطيت عليها شرايح لامون هل ده بقى حيوصل لي نفس القيمة الغذائية هو مش هيدر يعني ما فيهوش ضرر ولكن احنا بنتكلم علميا هل هو مثبت علميا ولا لأ هو مش مثبت علميا يعني هو مش مثبت علميا ان انا جيب الفكهة وقطع وعمل ديتوكس ان ده هيديني افادة لا مش هيديني افادة برضو هي وصلت مياه ووصلت فكهة او وصلت خضار بس يعني ما فيهش بقى اي حاجة هي تقاليع احنا بنشوفها فبنتبقها ماشي لو ده هيشجعنا ان احنا نشرب مياه بكميات كبيرة ما فيهش اي مشكلة يعني ما عندناش اي مشكلة